تحتل القضية الفلسطينية أولوية قصوى على أجندة السياسة المصرية ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة أخذت مصر على عطقها تسوية الأزمة على المستويات كفة وكان للقيادة السياسية موقف واضح لا لفس فيه حيث رفضت مصر تهجير الفلسطينيين باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية برمتها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حملت مصر هذه الأزمة على عاطقها كعادتها فاتخذت موقفا ثابتا داعما لغزة مؤكدا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهلها وتجسد موقف مصر تجاه تلك الأزمة بتصريحات قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث رافضا الخطط الإسرائيلية الرامية لتهجير أهل غزة من أرضهم وقد أكدت مصر وتجدد التجليد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيدان إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وعلى الجانب الإنساني دخلت ولا تزال أطنان من المساعدات الإغاثية إلى غزة التي تحمل مواد غذائية وطبية لدعم أهل القطاع المحاصرين والمعرضين إلى قصف لحظي في بداية الأزمة كانت مصر تنادي بضرورة وقف الحرب وقصف المدنيين من أهالي غزة لكن دول أخرى كان لها رأي آخر تجاه التصعيد إذ رأت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ولكن سرعان مأمالت تلك الدول إلى الموقف المصري المنادي بضرورة وقف الحرب فقد نجحت مصر في إحداث تحول وتغير في المواقف الدولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية والتساع رقعة الصراع في المنطقة على رأس تلك الدول كانت الولايات المتحدة فتحول الموقف الأمريكي إلى تأكيد احترام سيادة مصر واحتياجات أمنها القومية وعدم تهجير أهل غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى في خطوة تعكس اعترافا بنفوذ مصر الإقليمية ودورها الداعم لحقوق الشعب الفلسطينية بعد مؤتمر القاهرة للسلام أفضت جهود مصر إلى تحول تدريجي في سياسات الدول الأوروبية أيضا التي كانت قد اتخذت موقفا مؤيدا لإسرائيل فعاد للحديث عن هدنة في غزة لإيصال المساعدات فضلا عن العودة لحل الدولتين تقف مصر موقف المدافع الأول والأخير عن حقوق الشعب الفلسطيني كما عهدت طوال عقود مضت فما سعيها لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين دائما ما قوبلت بالدعم والتأييد العربي والدولي